اشتركوا في القناة صحة وسعادة وصحية اتهمكم وتفيدكم ويصرنا استقبال استفساراتكم اقتراحاتكم ومداخلاتكم على ارقام التواصل ويانا للبرنامج اذكركم ارقام التواصل بس بعد ما ارحب فريق العمل وياي اليوم في الاعداد يوسف سعد في التنسيق نجاة سويدي في الاخراج عيسى سبيل صبحكم الله بالخير جميعا محدثتكم اليوم دكتورة عاش البسطي اذكركم برقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله مثل ما تعرفون الحين الحمد لله اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك الايام بسرعة مرت والحمد لله رمضان خفيف تحس فيه معرف براحة قريبة خلال هذا الشهر سبحان الله بس مثل ما ننصحكم دايما بخصوص فترات بعد الفطور نركز على شرب الماء بكميات كافية عساس يعني الحمد ما يصيبنا اي جفاف خلال فترة الصيام نفس الشي بالنسبة للمرضى اللي على ادوية معينة او خاصة مرضى السكر يراعون فترات يعني اول ما يحسون بهبوط السكر او يلتزمون وكذلك يلتزمون بأدويتهم بنظام غذائي صحي خلال الشهر الفضيل اليوم بنتكلم عن دراسة جدا جميلة الباحث والعالم درس فترة رمضان واثر الصوم على جسم الانسان خلال الفترة سبحان الله يعني يمكن كنا فبالنا ان صيام بعموما يعني اثرة صح واثرة زين للجسم بس هو درسه بطريقة دقيقة انه من هذا اليوم الهاليوم هالشي يستوي من هاليوم الهاليوم قسمه بهالطريقة ف يعني سبحانك يا رب يعني ويمكن حتى في كل دقيقة من الصيام اثر هالشي على جسمنا يكون كبير الدراسة عنوانها ماذا يحدث في اجسامنا خلال الصوم ماذا يحدث للجسم اثناء الصيام في شهر رمضان سؤال مهم ومثير يبادر بالاجابة عليه الدكتور رزيم مهروف استشاري تخذير وطب العناية المركزة في مستشفى ايدين بروك في كامبرج في تصريحات مبسطة ادلى بها لهيئة الاذاعة البريطانية البي بي سي في التفصيل يرصد لنا الدكتور رزيم شو يستوي في الجسم حسب ايام الصيام وهي كالتالي قسمها من اول يوم الى سابع يوم يعني اول اسبوع في الصيام وكذلك قسمها من ثامن الى خمستعشر هذا ثاني اسبوع في الصيام وقسمها كذلك من ستعشر الى ثلاثين يوم اللي هو اخر اسبوعين في الصيام كانت النتيجة الايام من الاول الى السابع اول اسبوع في ارمضان لا يدخل جسم الانسان من الناحية الفنية في حالة صيام الا بعد ثمان ساعات او نحي وذلك من تناول اخر وجبة وهاي الفترة اللي تنتهي فيها الامعام من امتصاص العناصر القذائية من الطعام بعد ذلك تستعين اجسامنا بالكلوكوز المخزن في الكبد والعضلات له توفير الطاقة بمجرد نفاذ مخزون الكلوكوز في وقت لاحق اثناء فترة الصيام تصبح الدهون المصدر التالي لتوفير الطاقة للجسم بعدها يبدأ الجسم في حرقها الدهون وهالشي يساعد في انقاص الوزن وتقليل مستويات الكوليسترول فضلا عن تقليل خطر الاصابة بمرض السكر يسبب انخفاض مستويات السكر في الدم ضعف وحالة خمول وقد يصاب المرء بالصداع والدوران والقثيان وصعوبة في التنفس عشان ستيف في البداية الناس اللي ما تتعود بداية على الصيام في ناس واي تقولك اول فترة الصيام او اول يوم ثاني يوم نحس بصداع بعد مرور اربع خمس ساعات من الصيام وحد يمكن يوصل للعصر يبتدي يحس بهذا الصداع مع نهاية اليوم السابع وعندما تتفكك الدهون تتحول الى سكر في الدم يكون الجسم قد تعود على الصيام يعني الحمد لله كنا نحس بهالشي بعد كم من يوم يبتدي انه خلاص يتعود جسمنا يعني نمط حياتنا يستوي بهالطريقة انه اول فترة ما نحس بهالجوع والتعب نفس ما حس ينابه يمكن في اول ايام اللي هو اليوم الاول الثاني وهو برر انه لين اليوم نهاية اليوم السابع من الايام احين الفترة الثانية اللي هي من ثماني الى خمسة عشر يوم بداية من اليوم الثامن يكون الجسم قد تكيف تماما مع الصيام وهنا يشهد الصائم تحسن في الحالة المزاجية يعني خلاص اتعود على نمط معين في الصيام فما يتأثر مزاجه او حتى يحس بارها خلال هذه الفترة بعد ذلك يبدأ الجسم في ما يسمى بعملية الاصلاح الذاتي حيث يتم تصحيح وضعية السعرات الحرارية الى افضل حالة تساهم السعرات الحرارية في توجيه الجسم ولفت انتباه الاجهزة الرئيسية فيه لتسهيل الشفاء ومنع الالتهابات ومكافحتها يعني سبحان الله ما بس الجسم لنقص الوزن او لتوازن الاشياء الثانية في جسمنا القذائية حتى بنسبة للمزاج سبحان الله يبتدي نتعود ان اشياء يعني في ناس وادي يمكن معتمدة على الاكل على الكوفي على اشياء معينة عساس تحسن مزاجها بس سبحان الله هذا الشهر مع الايام يبتدي يحسن فينا حتى في نمط حياتنا حتى في مزاجنا وسلوكياتنا كذلك وكذلك الدراسة بين ان تسهيل الشفاء ومنع الالتهابات ومكافحتها الايام احين اخر اسبوعين من رمضان اللي هو من 16 الى 30 يوم خلال النصف الاخير من شهر رمضان يكون الجسم متكيف تماما مع عملية الصيام خلاص الجسم تعود على نمط معين يبدأ القولون والكبد والكلة والجلد في عملية التخلص من السموم في هالفترة ايضا يصل اداء اعضاء الجسم الى درجات هالقصوى حيث يتوفر المزيد من الطاقة يعني سبحان الله على اخر اسبوعين طاقتنا تكون مختلفة يعني اول اسبوع يمكن في بعض الناس تكون طاقتهم اقل لان بعدهم جسمهم ممتعود على الصيام على نمط اكل معين خلال هالفترة بس من اسبوعين الى ثلاثين فهالفترة توفر المزيد اكثر طاقة الجسم تكون اكثر مع الطاقة تعمل العضلات بكفاءة عالية وها ما يساعد في انقاص الوزن كذلك لان فترة لان حرق الدهون حرق السكار الحرق في الجسم يكون اكثر لان طاقة العضلات تكون كفاءتها عالية في الفترة نفسها كذلك تتحسن الذاكرة ويزيد التركيز لان خلاص الجسم ابتدى يتعود على نمط معين ما يعتمد على لازم اشرب كوفي عشان اقدر اركز لازم اشرب او اكل هشي عشان اقدر اركز خلاص ابتدى يتأقلم جسمه حتى بدون هذه الاشياء او المنبهات يقدر الواحد سبحان الله يركز اكثر ويكون منتبه اكثر لان جسمه خلاص ابتدى يتعود هذا مع ثلاثين يوم ان شاء الله دراسات ثانية بعد تكشف انه اسرار اكثر عن الصيام وسبحان الله يعني في شيء يعني خلى ان يكون شهر كامل ما يكون موزع بين الشهور يعني هذا دلالة انه تأثيره على الجسم على المستوى حتى البعيد للسنة وخلال هالفترة بتلاحظون ان الناس وايد تدت سلوكياتهم تتغير نمط حياتهم حتى يتغير لانه كأن يكرر هذا الشيء لمدة ثلاثين يوم يعني جسمه سلوكياته اشياء وايدة في حياته تتغير وتكون للأحسن وهذا لله الحمد يعني خلال هذا الشهر الفضيل مستمعين العزاء بنطلع فاصلة الحين وردي لكم فقرتنا التقذوية اليوم الفقرة جدا حلوة اللي هي سفرة رمضانية مناسبة للجميع طبعا نعرف فترة رمضان يعني سبحان الله اليمعات تزيد عنا خاصة يمعات العائلة فبنلقى الصغار الكبار الحوامل الكبار السنة اللي عنده السكار اللي عنده امراض فنتكلم ان شاء الله اليوم عن سفرة رمضانية تناسب الجميع طالعين فاصل اراد لكم بنوره اهتدينا وبآياته ارتوينا نعيش به حفظا وتلاوة وسماعا وتدبرا مع القرآن يوميا الثالث عصرا عبر إذاعة نور دبي عيش رمضان لحظة بلحظة مع القرآن برعاية جمعية دار البر يا باغي الخير اقبل للاتصال الرقم المجاني ثمانمائة سبعة تسعة السلام عليكم شو عندكم مشاريع في رمضان حابة ساهم وياكم يزاك الله خير عندنا مشاريع متنوعة منها افطار الصائم للفرد خمسة عشر درهم وبعد المير الرمضاني عبارة عن سلة غذائية لأسرة كاملة بقيمة ميتين درهم وكسوة العيد ليتيم بقيمة خمسمائة درهم بالإضافة للزكاة الفطر قيمتها عشرين درهم جمعية الفجيرة الخيرية للتواصل والمساهمة الاتصال على الرقم المجاني ثمانمائة ثمانية ثمانية أربعة أربعة راشد وين بتسير؟ بسير يا أمي المستشفى ليش تسير المستشفى؟ تقدر تسير المركز الصحي ترى أقرب لك ويوفر لك وقتك ويقدم خدمات صحة الأطفال وطب الأسرة والسكري ووايد من الخدمات الصحية الثانية والمستشفى تقدر تخليل الحالات الطارقة مشكورة يا لطيفة الحين بسير مركز الصحي توفر هيئة الصحة بدبي مختلف الخدمات الصحية التخصصية عبر ثلاثة عشر مركزاً للرعاية الصحية الأولية موزعاً في إمارة دبي كما تقدم خدمات الطوارئ والخدمات العلاجية على مدار الساعة في مركزي البرشة وند الحمر الآن نحن أقرب إليك للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم ثمانمائة ثلاثة أربعة ثنان في شهر رمضان تمتع براحة البال مع قرقاش اشتر الآن من جي اي سي موتر واتفع في عشرين عشرين تبدأ الأسعار من مائتين وستة وثلاثين درهم أسبوعياً مع ضمان خمس سنوات وتأمين وتسجيل مجاني مع خدمة صيانة لمدة سنتان أو أربعين ألف كيلومتر خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة لحجز تجربة قيادة اتصل على قرقاش للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات جي اي سي موتر على الرقم ثمانمائة أربعة اثنان ثنان ثمانية اثنان ثلاثة أو زر الموقع الإلكتروني جي اي سي موتر يو اي دوت كوم تطبق الشروط والأحكام رحلة الصائم ترنا أن نكون معكم في هذه الرحلة اليومية نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن يوميات الصائم مواقف للصائم وأيضاً سيكون لنا الكثير مع الوقفات رحلة الصائم يومياً الحادي عشر صباحاً مع مرهان جسوقي عبر إذاعة نور دبي عيش رمضان لحظة بلحظة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة لمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم أو عبر رسائل النصية القصيرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على صحة وسعادة مستمعنا العزار جعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة أذكركم برقامة التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما طرقنا الموضوع أهمية الصيام وأثر على الجسم من أول يوم لآخر يوم في الصيام وكيف العالم والباحث جزئها وبين أهميتها بس مرات يكون خلال فترة الصوم فيه ناس وايدة بدال ما تستفيد من هذا الشيء بالعكس فترة الأفطار تكون بطريقة خاطئة أو بطريقة تضر جسمها أكثر من أن تستفيد من هذا الشيء ونحن موأننا عندنا الشهر والحمد لله يعني المعلومات الطبية والصحية كذلك متوفرة وسهولة الوصول لها فالواحد يستفيد منها قد ما يقدر وخاصة أن هذا الشهر شهر واحد في السنة يقدر صح الأشخاص يقدرون يصومون خلال الفترات اليانية إن شاء الله بس بعد الواحد يستفيد من هذا الشهر ما بس تقدويا صحيا وحتى ثقافيا يعرف يثقف نفسه بالضبط من الأشياء اللي يتفيده خلال هذا الشهر الآن فقرتنا الثانية بتكون سفرة رمضانية مناسبة للجميع ويانا الاستاذة علي دخان اختصاصية التقذية في إدارة التقذية السريرية في هيئة الصحابة دبي صبحت الله بالخير علي يا صباحي النور بكثرة عاشي شهالك الله يسلمت مبروك عليك الشهر علينا عليك اليوم الموضوع عن السفرة الرمضانية المناسبة للكت هذا الموضوع أنا حابة أتكلم فيه أنا نمكن فيناقش نوايد موضوع شو الصحي وشو غير الصح لكن نحن فين نركز أن ليش كيف ممكن خلي هاي السفرة اللي كل العائلة التلتم عليها يكون مفيدة ومصدر حد أو فرد من أثرات الأسرة هاي اللمه أو هاي التجمع اللي يكون على الوجبة خاصة وجبة الفضور وايد لها أثر إيجابي على نفسية الشخص يكون بعد فيها مثل يعني تعزز الرابط الأسري عن أن الشخص يأكل بروحة يعني في دراسة حابة أني أطرق لها هي دراسة يعني كانت شوف خاصة للأطفال من عمر تسع سنين إلى أربعة عشر سنة عن عاداتهم الغذائية كيف ممكن تتغير إذا كانوا يأكلون بروحهم أو مع الأسرة خاصة وجبة العشاء الدراسة بينت أن الأطفال والمراهقين اللي يأكلوا مع الأسرة اختياراتهم تكون فحية أكثر استهلاكهم من الخضروات والفواكه صارت أكثر وفي المقابل استهلاكهم من المشروبات الغذية والمقالي أقل فهذا الشيء بعد إيجابي نحن نجمع نفقده في رمضان نحاول أن نخلي الفطور يعني ننمع في فتق العائل رمضان صح ينمع العوائل لما تقدر تلس على سفرة واحدة مثلا قبل رمضان حسب المشاغل لكن المضان ينمع العائلة تلس على السفرة فنحاول أن نخلي قدر المستطاع أي شيء محطوط على السفرة يفيد وما يضر على قد ما نبتر صحة شيء وايد مهم خاصة أن في ناس تكون عندهم أمراض معينة يقولك ما أقدر أسير أنا متعود على نمط معين الأكلي فأخذني أسير وأخرب هالنمط وأنا أتعب في النهاية هذا يخلي الإنسان في السنة معذول أنا غير مرغوب فيه خفا لو كان طفل أو كان كبير في السنة يحس أنه غير مرغوب فيه خلاص عندما كلهم ما لي لازم أسيرها كل يوم حطوا لي سفرتي بروحي فأشي يخلي الإنسان في السنة معذول ويحبط النفسية فلا إحنا شهر الخير ونبغي الكل يكون إن شاء الله فعيد ويكون فحي فنحاول نحن ما نبي نحرم أي فرد من أفراد الإسرة من هذه الإجابيات اللي يتكلم معنا فلازم الراعي أول شيء حالة صحية ونعالي الراعي لفئات العمرية اللي ممكن عندها يعني احتياجات شوي مختلفة الراعيهم من ناحية عملية تحضير الطعام وعملية اختيار الأصنط طبعاً ما في إسرة ما يخلال لديه شخص يعاني من سكر أو شخص يعاني من ارتفاع الكوليسترول أو الحساسية الغذائية أو كبير قصة عندها مشاكل في المضغ أو شخص يعاني من النقرف هاي الأمراض أنا خابة اليوم أطرق لها وكيف ممكن نحسن الأكل فبيكون عندنا طباق تناسبك هاي المشاكل ممتاز ففي البداية عندنا مثلاً الأشخاص اللي عندهم الكوليسترول الآلي أو مشاكل القلب فنحن نبتد نختار الأكلات اللي طريقة التحضير تكون نستبعد فيها القلب نستهلك كمية زيت أقل نستخدم السرن نستخدم الشوي نستخدم القلايا الهوائية فاستهلك الزيت صار أقل فصار لك المناسب حق هاي الفئة من الناس غير عن تي نقدر ننظيف أشياء تحسن حتى من نسبة الكوليسترول عندهم مثل شو؟ مثل الأوميغا ثري يعني الطبخة نحب فيها زيت زيتون الصلاة نحب عليها ممكن الأفوغادو أو ذوك السرات فاوحنا نضيط زيود مفيدة تنزل الكوليسترول في نفس الوقت ممتاز وهي طبعاً تفيد الكلمة ماضي الضرحة عدنا مثلاً مريض السكر يعني مريض السكر مسكين يغاني فرمضان غير أن فيه مليون صرف على السفرة الحلويات يومياً حاضرة صح الشخص بيقاوم يوم بيقاوم يومين من الصعب الواحظ أن يتحكم في نفسه وعنده سكر بالحلويات اللي تكون موجودة فنحن نكون شوي نراعي الموضوع ونخلي تكرار الحلويات أقل في الأسبوع يعني بما يتعودين كل يوم خليها مرتين بالأسبوع أو نحضرها بكميات صغيرة أو أكواب صغيرة فبدالما الشخص يأخذ اللي هي البورشن أو المقدار اللي هو كوب بنحطها في مقدار نص كوب نص كوب صح الشخص بياخذ المقدار الصغير ممكن يتحكم أنه ما يأخذ مرة ثانية يعني إذا أخذها يعني كاس واحد أو سويت قبعة وحدة ونريد يأخذ القبعة الثانية أخرى سيرت كلاها أتليست في كونترل وفي توازن بعد البورشن أصلا كبير هي صح لا إرادة بياكلك أيوة نحاول نخليها على الأقل بلها الصحون الصغيرة نحطها في أكواب صغيرة نقلل الحجم وبعد ممكن إلى الأشياء اللي مثل الكفتر الفرن الأمور هاي اللي نحن نحضرها في البيت نقدر نحط فيها السكر الصناعي فنكون نحن يعني الطعام مازال حلو فكل حاج يقدر يستصيغه وما أثر على مريض السكر فعني السكر الصناعي أنا شخصين ما حدد سلاكة بشكل كبير بل إذا حطونا فقط للحلويات فكونا نتحكمنا في عصر معين يعني يتكرر دائما في رمضان وما صارهوش اللي ممكن أثر على السكر صح كنه الرزق يعني عدنا أكبر السن ممكن عندهم فترة مؤقتة أسنان متعبانة أو متنألم ممكن دائما نعزهم مشاكل في الأسنان أو في المض فنحن ندخل وطبعا يعني سفرة رمضان ما تخلم الأكلات الشعبية يعني نحن عدنا وايد أكلات شعبية يعني بطبيعة علينا يعني الهريس العرسية المضروبة التريد كلها أكلات تمات أكل لي لي يعني ما يكون أكله من عزل فهذه الأكلات إذا كانت موجودة بعد تخلي الأكل مشتركة ومناسب وهم يحبونها ويفاضلونها يحبونها أكيد صح ويحبون الأشياء اللي يطالح صح فممكن هاي أكلات طبيعتها لين وخلاصة ناسها بالكل فبعد يكون ذين عدنا فأة الناس اللي عندها النقرف عالي حذينهم يمكن يعني عاملين أكثر في رمضان لأن في عدنا عاملين غذائيين يأثرون من النقرف اللحوم الحمراء وعندنا قلة الماء فالشيين موجودين في رمضان اللحم موايد ومع الصوم الجفاف أكثر واستلاك الماء أقل فهاي تتركب عندهم من يوريك أسد نسبة الحمض اليوريك فألام المفاصل والأصابع هاي تصير أكثر صح صح نحن نحاول شو نسوي نخلي عدنا اللحم الأحمر نختار بس يوميا بالأسبوع في اللحم أي أكلة ممكن هريز ممكن يعيشه لحم هاي مارتيب الأكلات الثانية مثلا نقضي الأفريد نسوي باللحم نسوي بالدياي نسوي صاروات الخضار فنكون نحن خلينا يوم في لحم وأيام ثانية فيها الدياي والخضروات والسمج أيوة عساس ما نفقد البروتين من حتى صفراتنا ما نفقد البروتين بس نحن الأحمر بحذاتي يعني ممكن يكون نسبتها أعلى بالليوريك أكثر صح ويأثر عليهم ويؤثر عليهم هي فيكون يعني الأكلة النوعة أكلات من الشعبية موجودة الهريف ما يتغير بيكون نفسه وموجود أكيد ويغير بالأكل الثاني عندما ندخل الفرومة الدياي في التريه الخضرة ينص أجباري كل شيء باللحظ فهذا ممكن يتعب حتى الشخص العادي صح حتى اللي ما يعاني من النقرص أو من الكوليسترول فهذه يعني نصيحتي نخلي عدنا شعور بالآخر ممكن لما نفقد الأمراض مزينها أسرات أسراتنا نحبهم عزيزين علينا يكون عزم أمراض مزينهم يعانون منها طولها السنة طولها السنين على الأقل أخلي رمضان شيء لطيف يعني ما يكون أشياء أضبرهم بالعكس أشياء ممكن نحسن فيها عاداتنا الغذائية وبعدين يعني التغيير هذا بيكون مثل عام الوقائحة الأسرة مثلها صح لأنه يكون المرض موجود ومتنسبة خطورة تعرض بهذا المرض أعلى يعني فرمضان وقرعي رمضان بإذن الله فإحنا نحن نحن نفس عام الوقائي يعني ما نتريه نحن يصير لنا المرض لسا بنبتدي ناكل أحسن أو نبتدي نغير أكلنا وننتبه للأكل فلا والإنسان هو بخير يحسن من أكله يفيد صحته ويفيد الأسرة بشكل عام كل اللي معاه ويأخذ كنمط حياة أنه يبتدي يغير شوي شوي ويكون كنمط حياة أكثر من أن بس بغيرها الفترة بس عشان هاليم لا يكون كنمط حياة نحن دائما نقول رمضان تعتبر بداية جميلة بداية جميلة لعادات واحدة عادات غذائية عادات الرياضة أمور ممكن دينية بين الشخف يعني وربا ممكن نحن نبتدي برمضان وهذا الشي يستمر وغانا فتكون دائما فيه تقدير للأفراد الإسراك لها يعني حتى لو عدنا تفضل أو شخص يعاني من حساسية الغذاء بعض الحساسية ومجبال نحن نحطها المكوم في الأكل يعني مكسرات مكسرات فيها تتحسل بشكل وايد كبير تضرر منه ولازم العيش عليه مكسرات أو من الأكل لا ممكن نحطها على جب يعني ما نطبخها فيه أو نلغيه خلاص ونقدرنا يعني شخص يعاني من حساسية حتى الألبان ممكن شخص يعاني من حساسية المتاجعة الألبان ما ندخل الجبن في كل وصفة ما ندخل الكريمة في كل وصفة فنبتدي نلغي أو ندور بداء خاصة أن اليمعات على الوجبة ما تكون بثقل يعني ما يحس الواحد أن بيتلوم بيصير عند الناس ويقولهم لا أنا عندي حساسية أو عندي هالشي بالعكس بتكون وايد أبسط والجميع يقدر يأكل منها وما يحسون وتكون مشتركة نفس ما أقلتي علي نصيحة أخيرة وجهنا المستمعين مثل ما قلت قبل شوي نحن نبتدي نغير من اليوم ما نتري لين باتر وصير لنا مشاكل فحية لا نبتدي نغير عاداتنا الغذائية من اليوم فصورنا ننفس إن شاء الله في المستقبل الاستاذ علي دخان اختصاصية التقذية في إدارة التقذية السريرية في هيئة الصحابة دبي شكرا لك اللي عفو حياتك شكرا مستمعين الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله أراد لكم في موضوع مهم اللي هو الفعاليات الرياضية وتعزيز دور الهيئة في تحسين أنماط الحياة كونوا إيانا طالعين فاصل أراد لكم صحة وسعادة سمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برامج صح وسعادة ذكركم برغامل تواصل طالعينة 6-0-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-0-6 حياكم الله فقرتنا الحين بتتكلم عن الفعاليات الرياضية وتعزيز دور الهيئة في تحسين أنماط الحياة تبدل هيئة الصحابة دبي جهودا كبيرة في سبيل تعزيز جودة الحياة وتحسين أنماطها وللهيئة في الجانب العديد من المسارات المهمة من بينها المسار الرياضي حيث تحرص على التواجد في جميع الفعاليات والمنافسات الرياضية التي تشهدها إمارة دبي إلى جانب مبادراتها المتعددة في المجال نفسه على مستوى المسابقات الداخلية لموظفي صحة دبي حول هالموضوع يصنع يكون ويانا اليوم الأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة دبي صباحك الله بالخير أستاذ حمزة أهلاً مستهلاً أستاذ حمزة كنا عارفين أسامات الهيئة في هاي الأنشطة والفعاليات خلال السنة بطولها فلأي مدى تسهم هاي الأنشطة في تقيير عادات أفراد المجتمع وتوثيق علاقتهم بالرياضة وما يزيد ملياقتهم البدنية بسم الله الرحمن الرحيم في البداية كما تعرفين أننا في هيئة الصحة من خلال البرامج الرياضية والبادرات والفعاليات النسوية حسنا بفارق كبير بين مشاركة الموظفيين فيها مثل هذه الأنشطة والدور الرياضة في أداهم الوظيفة وبالتالي أنت تعرفين أن الرياضة له دور مهم في موضوع النشاط الرياضي والعمل والإنتاجي وبالتالي كان هناك زيادة في عدد المشاركين في برامج رياضية من خلال أنفسهم كرياضة يتمرون في المراكز اللياقية أو من خلال برامج نحن نسوي في الهيئة للموظفينا نحن قلنا خلال شهر رمضان كريم خلال شهر رمضان نحن نسوي فعاليات كثيرة داخلية وخارجية الداخلية نحن بدينا في مسابقة كرة القدم بين قطاعات المستشعى عندنا كرة طائرة كرة السلة هكذا الأنشطة بدينا من واحد خمسة الحمد لله بدينا وماشي الأمور وياهم ويا الموظفين وهذا دايما هم من ساعة عشرة بعد صلاة التراويح يكونوا موجودين ساعة واحدة من الليل كانوا يتمرنون ما شاء الله يعني هذا بعد دليل أنهم متشجعين لهذه الفعاليات بالضاء كوي متشجعين والتنسي لعبون بالإضافة إلى مشاركاتنا بمجلس الدبي الرياضي في بطولة ناس نحن مشاركين في بطولة ناس شاركنا خلال الأسبوع الماضي في تحدي الليلي بفرق كل فريق تكون من أربع أشخاص بنات وشباب شاركنا وخلصنا بياهم بأمس وعندنا بعد بطولة ناس تاريخ ستعشر فردي بنشارك بخمسة عشر موظف بيشاركون في هذه البطولة في الليل سايد عشر من الليل والتاريخ ستعشر نفس اليوم بعد في سباق ودراجات بشاركنا دكتورة مهناز من قبل وبدأنا من أمس تاريخ ثلاثة عشر الحمد لله بدأنا بطولة السلة أصحاب الهمم كراسي المتحركة ممتاز وليوم بعد بنلعب إن شاء الله وبالتالي فعاليات كثيرة عندنا الحمد لله مشاركين كل الموظفين خلال هذه الفترة الجميلة أن هذه الأشياء مطفقة تعزز لياقة الموظف حتى التعارف بين الموظفين في أقسام كثيرة يكون موجود والهدف الأساسي من هذا التواصل بين الموظفين دائرة يعني موظفين ممكن أنا وإنت في نفس الإدارة ممكن أن أعرف بعض أو ما نلتقي بعض وبالتالي هي ما شاء الله 12 ألف موظف وبالتالي محتاجين لهذا التواصل واجتماعات بعض وهذا ومعرفتهم وتكوين روح الفريق ويبعض وهذا بالأكثر هم يتعرفون على بعض حين وايدين شباب يتعرفون على بعض من خلال نشاط الرياضي وهذا ممتاز أستاذ حمزة طبعا ممارسة هنشطة البدنية المختلفة ما فقط أو تهم أو تفيد موظفين الهيئة كذلك إلها إنعكاسة على أوساط المجتمع بالعكس نحن كهيئة الصحة نشارك في هذه المسئلة البطولات وهذا هذه البطولات ساعدة نحن نشارك بطولات مجتمعية نشارك مع أصحاب الهمم يعني المبلسة الهيئة بس بروحها هي نشارك برامج مبادرات من الهيئة مع أصحاب الهمم مع هيئة الطرق مع الجمارك وبالتالي نشارك ويانا كبرامج مجتمعية كل دوائر حكومة دبي يكونوا مشاركين ومن خلال هذه المشاركات والمبادرات هناك نوع من التواصل ومعرفة بين الموظفين للدوائر الثانية مع شباب الهيئة وبنات الهيئة وبالتالي هذه الرياضة وهذه التجمعات وهذا تسوي نوع من الألفة بين الموظفين وهذا يكون لأنه هدف الأساسي للعامر الحكومي لو تعرفين أنه هدف الأساسي تكون نروح فريق الواحد هدف واحد فريق واحد صح وبالتالي يكون هذه من ضمن المبادرات الموجودة في الهيئة هناك أشياء ثانية بعد أنتم قدمتوها بعيدة يعني تختلف عن المبادرات الحكومية يعني تضيفو لها اللي هو كانت في في عام التسامح في عام التسامح المسيرة المسيرة السوينها شاركوا جميع الجنسيات معظم الجنسيات الموجودة حوالي ألفين شخص شاركوا في مسيرة التسامح كان يوم جميل وهذا وكل المدرات شاركوا تقريبا من الهيئة بعد كان دافع للموظفين وهذا والدوار الثاني كانوا مشاركين ويانا وجنسيات معظم الجنسيات الأجنبية كانوا موجودين ويانا كان يوم جميل يعني بصراح الحمد لله وهذا يعكس أن دمجكم ونشاطكم ما بيقتصر بس على الموظفين الهيئة يعني بالعكس نشاط المبادرات في المجتمع وبرامجهم نحن كهية نشاركهم نحن الهدف الهيئة الصحة أن نشارك جميع أو معظم المبادرات اللي تقون في مدينة دبي من خلال الألعاب الحكومية أو التحديات اللي تحصل في دبي أستاذ حمزة طبعا هذه المبادرات والأنشطة اللي تستوي طول السنة طبعا أكيد تحتاج أنه دافع من الموظف كذلك أنه أي ويحضرها شو لاحطوا من استجابة موظفين الهيئة لهاي المبادرات الموظفين في البداية ما في كان تجيحها الكثير بعد ما تشافوا المقابلات في الإداء وتجيح وتحفيز من مدير العام بنفسه للي يشاركون في هاي الأنشطة تقبلوا أنهم يشاركون في نفس الأنشطة وأنشطة غيرها وهما الحين يطلبون أنهم يشاركون تحفيز استواء عندهم أكثر وحين نحن زاد عدد المشاركين عندنا إن شاء الله بيكون نحن بس مختصين بس نكون بس في الرياضة نحن إن شاء الله بعد شهر رمضان بنسوي مبادرة الإبداع المواهبة للموظفين في الدائرة يعني اللي عنده موهبة رسم موهبة تصوير مفتوح خط العربي يكتب هاي بنسوي لهم معرض كامل بنسوي لهم عطيهم فرصة ثلاث شهور أنهم يشتغلون وهذا بالمعرض الواحد كل واحد موهبة وبنسوي معرض كبير إن شاء الله بيكون إن شاء الله اسمها المبادرة مبادرة بلد الإبداع عام التسامح ممتاز هم نسويني وبنسوي مبادرة بعد ثانية معرض رياضي بعد جميع النجازات اللي سووا اللجنة الرياضية بالصور وهذا خلال الفترة الماضية كل المسابقات اللي شاركنا خارج الدائرة كل اللي بنعرضها في لوحات وهذا ونسوي بعد إن شاء الله جميل هذا شيء يشجع الموظف أكثر أن نشارك في هذه الأشياء هدفنا مو بالموظف روتين فيه موظفين فيه عندهم مواهب لأن نطلع مواهبهم نبرزهم للناس إن دارة الصحة مش بس فقط عمل وروتين وهذا إن فيه عندهم مواهب يعني عندنا ناس الخط العربي فنانين يعني أخ خالج اللاف من الناس رئيس جمعية الخطاطين اللي موجودة في دبي يعني خطاطه معروف هذا وفيه بنات اللي عنا في الإعلام وهذا رسامين وعندهم فن وهذا فيه عندهم بنات عندهم تصوير ممتازين في التصوير نبرزهم هذا يعني مواهب هذا وهم مشجعين وايد يعني بهذه الفكرة لأنها شيء يزيد من حماس الشخص نفسه ويخليه يبدع مو بس في الشيء اللي يحب حتى فيه دوامه فيه شغلة فيبدع أكثر وأكثر بالضبط خاصة إذا حس أن بيئة عمله تشجعه على إبداعه إن شاء الله هذا شيء جميل صراحة أستاذ حمد وفيه موظفين بالنسبة للمشاركات أو الأنشطة الداخلية إذا حاب أي موظف يشارك فيها وهو ممن ضمن الفريق فكيف يعني يشارك فيها أو يقدم أنه يكون جزء من هذه الأفعال نحنا كل فترة ننزل أي نشاط عندنا ننزل دعوات للموظفين اللي يحب يشاركوا إيانا أهلا وسهلا اللي يشوف عنده كفاءة في نفسه يسجل اسمه عندنا وهذا ونحن نشاركه نحن نحن نواحق ألعاب الحكومية نزلنا دعوات إعلانين نزلنا في الهيئة اللي يشوف في نفسه عنده كفاءة يشرفنا ويسجل اسمه ونحن نشاركه في بطولات الياية في تحديات الياية عشان نختبر هل هو يقدر عنده لياقة ممتاز يكون ممتاز ونختار بينه نيبله مدرب هو اللي يختار مبنى نحن نختار في مدرب الياقة البدنية هو اللي يشوف هم في التحديات اللي جاية إن شاء الله عقوب شهر رمضان يعني كل البطولات في شهر رمضان يكون بعد شهر رمضان إن شاء الله ونختارهم عشان نكون منه جاهز حق ألعاب الحكومية لأننا ألعاب الحكومية ألعاب تحدي وعقوب صعبة يعني مو بسهلة يعني وتحتاج تجهيز قبل الوقت أيها بالضبط وبالتالي عشان هو يجهز عمره ويشوف نفس الخضرة اللي عنده قدرته بمدى كفاءة أنه يشاركنا في هاي الألعاب الحكومية وبالتالي وبالتالي نحن نبقى الألعاب الحكومية وهذا نكون في مراكز الأولى على الأقل إن شاء الله إن شاء الله إذا من الحين التجهيز لها إن شاء الله والجميل أنه يكون فيه تقييم حتى المتقدم وبعدها يتحدد إذا بيدخل في هالمجال لأنه في النهاء أنت بتختارين سبعة أيها سبعة أشخاص يعني يعني لو حصلنا عشرين أو ثلاثين شخص يسألهم اختبارات إن شاء الله سبعة بنحصل يكونون كفئين وهالشي يرفع روح الحماس بعد والمنافسة وتحدي كذلك تحدي ومنافسة بين الموظفين أيها وبالتالي يكون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خلال فترة رمضان الحمد لله اليوم التاسع في رمضان إن شاء الله الحمد لله بس كيف لاحظت تجاوب الموظفين مع التمرينات الرياضية أو الأنشطة خلال فترة رمضان والله موظفين نشطين جد والله يعني شباب كموظفين هذي يكونوا متواجدين مساعة عشر في الليل حتى نحن نشارك ما نسيت أقول في بطولة بلدية في بطولة بلدية دبي تصعدنا للأدوار الثانية ممكن تحدثنا أكثر عنها بطولة بلدية بلدية في شهر رمضان عندهم مبادرة بطولة كرة القدم لثلاثة أربعين سنة العمارة أقل أو لما ثلاثة أربعين وسائر ثلاثة أربعين ثلاثة أربعين وفوق ممتاز هاي البطولة يسمونهم بلدية دبي ونحن الحمد لله في أول مبارثين فجنا وصعدنا للأدوار الثانية إن شاء الله ممتاز واليوم عندنا المبارثة تحسين حاصل يعني بنقول بالتوفيق كل التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله المراحل الثاني إن شاء الله وشاكرين بلدية دبي على المبادرة السنوية اللي يسوونهم يعني يعني وبالتالي تشوفين كلنا نشطة وكلنا نشاركين في كل مكان معهم يعني والحمد لله لكل الموظفين عندهم مبادرات من هذه النوعيات أنهم يشاركون ومتحمسين وآذا وبالتالي هذا كل من دعم القيادة اللي في هيئة الصحة المدراء والتنفيذيين وهذا أنهم نصهم رياضين الحمد لله وبالتالي يحسون الجميل يساعدون بعد والجميل كذلك أنهم يعني خلال الأنشطة في حماس من الموظفين في مشاركة خلال فترة رمضان هيا ولو المدراء التنفيذين يعني يحضرون في النهايات مباريات نهاية يحضرون ويكرمون الفرق وهذا إن شاء الله هاي شجعهم يشجعهم بالضبط يكونوا متواجدين يعني كلمنا أستاذ حمزة عن بطولة ناس اللي تشهدها دبيي الآن ممكن تحدثنا بالتفصيل عن المنافسات اللي يخذونها شباب وفتيات الهيئة في ناس بطولة ناس بطولة كبيرة يعني أيها متعلقة يعني أنواع 13 لعبة اللي مسوينهم نحن المشاركين في تحدي تحدي اللي اللي مسوينهم في نوعين تحدي للهو خمس كيلو وتحدي للمحترفين اللي هو يكون تحدي قريبا من العاب الحكومية أيوة يعني قريبا من هالعلعاب مشابه هو شكل بعض نحن شاركنا في العاب الحكومية كالشباب شاركوا في فريق أمس تاريخ أسبوع الماضي شاركنا يوم الخميس بفريق شباب من أربع من أربع موظفين لعبوا في خمسة كيلو البنات شاركوا في ويا المحترفين ممتاز بنات شايفناهم أقوى شوية شاركوية المحترفين وبالتالي حتى الدراجات عندنا دكتور أحمينات بتشارك بتكون في ناس كذلك كل كل ناس صحيح بطولة ناس عندنا بطولة ناس بعد تحدي الليلي في تاريخ 16 قلت لك نحن نشاركين بخمسة عشر شخص كموظفين حتى يبون أكثر يشاركون بس سكروهم التشجيل وبالتالي نحن سجلنا خمسة عشر واحد وكذلك خمسة عدد جميل نزين نشاركون في حوالي خمسة كيلو بعد خمسة وعشرة بيشاركون إن شاء الله وبالتالي تلاحظين نحن الحمد لله في بطولة ناس موجودين بإضافة نحن كهيئة مقادمة لخدمات طبية كعيادة عنا موجودين هناك بعد سبحان الله عنه صاحبات سؤال في الألعاب الحكومة في صاحبات كنت وجد صاحبات موجودة 100 لأنه ألعاب رياضية قوية بعد ألعاب قوية يعني مرتسة والواحد يكون متحمس فما بيحس بالألم ولا من البداية اللي شاركون في الألعاب التحدي المفروض ما يفطرون ويد أكيد لأنه يتعب أكيد يتعبون يتعبون يعني اللي يصير يفطر عقوة ما يخلص هاي نصيحة جدا جميلة شكرا لك أستاذ حرز صح لأنه عمستاد في تحدي لاحظنا يعني ناس بينفاطرين وهذا وتعبون زيادة وبالتالي نحن نقول خفوا في الأفطار اللي يلعب اللي يشارك في التحدي كموظفينا يعني بعد السباق كله شكل ما تبور كسخح هو أنه لن يكون بعد الأفطار وخاصة إذا كالوجب دسمة أو شيء ثقيل بالأكس يتعب يتعب ويكون ثقل عليه أكثر من النشاط فالواحد يختار واجبات تناسب وتناسب نوعية حتى الفعالية والنشاط اللي يمارسه النشاط اللي يتمارسه لازم تعرف شو بتاكل عشان يتمارسه النشاط عشان ما تتعب صح أثناء السباق وبالتالي جميع المشاركين يعني يكونون أكل منظم وخفيف قبل السباق ويكونون قبله بفترة بعد يعني السباق مثلاً ساعات يكون ساعة تسعة ونص يعني لازم بعد الفطور الفطور يأكل خفيف يعني جريب يكون الأقل الواحد يأكل قبله بثلاث ساعات صح يكون عشان يمارس النشاط ثاني مرة الساعة يداعشر بعد يخفف الساعة يداعشر بعد عقو ساعة يداعشر يتفضل يتسحر عقو ما يكون كمل السباق السباق أو النشاط اللي يسوي كلمنا عن نفس الشيء سباق الدراجات بيكون بتاريخ ستعشر ممكن تكلمنا أكثر عن سباق الدراجات سباق الدراجات نحن السنة الماضية شاركنا مع التحدي الدراجات بس في ناس بعد أيوه من ضمن فعاليات ومفادرات ناس السنة الماضية أخذنا مركز الأول ممتاز الأخت مهناز والسنة بعد نفس الشيء بتشاركي وبعد في حد وياها نتمنى نكون من الأوائل بعد إن شاء الله يشدون حيلهم ويكونوا من الأوائل إن شاء الله كبه التوفيق لكم كنما أخيرة توجهه أستاذ حمزة خلال كنما أخيرة أشكركم أنتو صراحة كأعلام أخ محمود وفريق العمل اللي وياه في قسمه وهذا إنهم فعلا وراء بروز أو لجنة رياضية من خلال لجنة الإعلام الموجودة في الدائرة هم اللي تسبب الرئيسي في إبراز نشاط ومعرفة الموظفين هي إن هناك في لجنة رياضية وهذا وصراحة ما قصرت وكفيت وفيت شكرا أستاذ حمزة أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحابة دبي شكرا لك مشكورا مستمعين الأعزاء وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم نلقاكم إن شاء الله باتر أشكر فريق العمل وياه في الأعداد يوسف سعد في التنسيق نجاة السويدي في الأخراج عيسى سبيل أعطيكم العافية جميعا ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي نلقاكم إن شاء الله باتر بنفس التوقيت من الساعة عشر لين هيدا شهر الصبح ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي